اشتركوا في القناة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ايمن الصفضي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الاردنية الهاشمية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان نائب رئيس الوزراء الاردني نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين معربا عن التقدير العميق الذي تكنه الاردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق ومؤكدا حرص الاردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقي العاهل الاردني مشيدا سيادته بالعلاقات الاخوية المتينة بين مصر والاردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة ومعربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين لسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري ومثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنصيق القائم بين الجانبين مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارية بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين فضلا عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تدعيات جائحة كورونا كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنصيق وتعاون المشترك بين الدول الثلاث خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي والمجمعات الصناعية وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك استعراد آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في لبنان والتطورات في كل من سوريا وليبيا كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنصيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود على المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة والبرنامج القومي لأحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك ولتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل وقد وجه السيد الرئيس أيضاً بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر وقد عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخراً إلى عدد من الدول العربية والأسيوية والأفريقية فضلاً عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض أكسبو دبي والذي سيضم عرضاً للقطاع السياحي وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية فضلاً عن استضافة عدد من الفعاليات المختلفة على مدار ستة أشهر بدءاً من أكتوبر 2021 وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية فضلاً عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات وكذلك كمقصد سياحي جاذب كما عرضت السيدة نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناع على المستوى الوطني بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وذلك بالتنصيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والترخيص الصناعية فضلاً عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الانتاجية ذات الصلاة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الانتاج الأولية والسلع الوسيطة وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفضي تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن التنصيق حيال مجمل التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك أقرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم استقبال رسمي لنائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيغا وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن زيارة النائب رئيس جنوب السودان تستغرق عدة أيام مع وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والثروة الحيوانية والسماكية والموارد المائية والري والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وعددا من المسؤولين في جنوب السودان وأضف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماعات الدورة الأولى للأجنس العليا المشتركة بين البلدين والتي سوف تختتم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش اليوم إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق أنه يجب حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيت اتصالا هاتفيا من عثمان جراندي وزير الخارجية التونسية تناول الاتصال لتطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية الأخيرة من جانبه أعرب أبو الغيت أن الجامعة تتمنى لتونس سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية والسعادة لاستقرار والهدوء أعفى رئيس التونسي قيس السعيد وزيري أدفع والعدل من منصبهما كان سعيد قد اتخذ سلسلة من القرارات في مقادمتها إعفاء رئيس الوزراء من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما كما قرر الرئيس التونسي تعطيل العمل بالإدارة المركزية والمؤسسة العمومية لمدة يومين كذلك فرض حظر للتجوال من الساعة السبع مساء وحتى السادسة صباحا على وقع قرارات وصفت بالحاسمة اتخذها الرئيس قيس السعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه تعيش تونس سعيد أتبع تلك القرارات بتكليف خالد اليحياوي المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية قرارات وكما يؤكد الرئيس التونسي تأتي عملا بأحكام الدستور وتهدف إلى إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الشعب ولقد تأييدا في أوصات أحزاب وتيارات سياسية عدة وردا على قرارات الرئيس التونسي دخل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي اعتصاما أمام البرلمان بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى وسط انتشار أمني مكثف في محيطه وتجمع مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيد أمام البرلمان وهتفوا بشعارات معادية لحركة النهضة أكبر الأحزاب تمثيلا في المجلس والتي يتزعمها الغنوشي ومنعوا أنصار النهضة من الاقتراب من البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات كما اقتحم محتجون عددا من مقاري حزب النهضة وقاموا بحرق محتويتها وأزالوا اللافتات الرئيسية للحركة قرارات الرئيس التونسي سيكون لها وبلا شك تأثيرات وتداعيات على واقع صعب تعيشه البلاد منذ فترة وسط أزمة سياسية أدت إلى شلل في عمل الحكومة وفوضى في السلطات العامة فاقمتها جائحة كورونا حيث تعاني البلاد نقصا في إمدادات الأكسجين مع نحو ثمانية عشر ألف وفاة لتعمقان معا وضعا اقتصاديا صعبا بات من مفردات مشهد حياة المواطن مرحلة جديدة تدخلها تونس وشارع يعيش بين خوف ورجاء أما الخوف فمن تفاقم الخلافات في أروقة السياسة وأما الرجاء ففي أن تؤدي قرارات سعيد إلى إعادة توجيه بصلة البلاد إلى المصاري الصحيح والمزيد من التفاصيل والمتابعة وتحليل حول مستجدات وتطورات الأوضاع في تونس ينضم إلينا في ستوديو أنيل وعلى الهواء مباشرة الدكتور أحمد الشرباقي الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي دكتور أحمد مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معنا سهلا بك مساء المورف أشكر حضرتك طبعا على تلبيت الدعوة وتشريفة لنا النهاردة يا فندم في البداية في أي سياق تضع هذه التطورات على الصحة التونسية وانتفاضة أهلينا في تونس ضد الفاشية الدينية وحكم جماعة الإخوان في البداية خلينا نقول أن تطورات الأحداث في تونس دي كانت نتيجة نتيجة طبعية لتأزم الأوضاع السياسية داخل تونس منذ 2011 وإلى اليوم وإذا أردنا التحديد على وجه الدقة يعني فنقول منذ 2014 الفترة اللي بين 2011 و 2014 كان الإخوان نظموا نفسهم بصورة جيدة جدا خاصة ما يسمى بالجناح السري أو التنظيم الخاص للإخوان المسلمين داخل تونس وهم عملوا بعض الأشياء كده منها فكرة أنهما كانوا حرصين جدا على وزارة الداخلية التي كانت تحوي كثير من لما الفات وكانوا حرصين على اختراق وزارة العدل ثم جاءت سنة 2014 ليتم الاتفاق على الدستور المعطل الذي تم سياغته لتونس فأوصل تونس إلى هذه الحالة التي نراها المعطل بمعنى أنه فرق السلطات السياسية داخل البلاد بطريقة تعطل بعضها البعض مش تكمل بعضها البعض يعني معروف في أي دولة سياسية أنه هناك سلطة رئاسة سلطة تنفيذية بعدين سلطة تشريعية والسلطة القضائية الرئاسة تبقى جزء من سلطة تنفيذية أو في النظام البرلماني للأسف طبعا السلطات الدستور الذي يصير في 2014 جعل صلاحيات غير واضحة لكل من الرئيس وبعدين للوزارة ثم لمجلس الوزراء الأزمة الدستورية اللي موجودة في تونس كانت واضحة جدا من 2014 إلى الآن في أنهم فشلوا جميعا في اختيار أو تشكيل المحكمة الدستورية التي تحتوي على 12 عضو وما استطاعوش إلى الآن إلى تاريخه إلا أنهم يتوافقوا على عضو واحد بس من 12 عضو وده يظهر مدى الخلافات ومدى التعطيل من قبل الدستور اللي بتسميه دستور معطل صيغة لتونس علشان يعني تصل البلاد تقريبا إلى هذه المرحلة من الفوضى ويتمكن تنظيم الإخوان المسمى في حركة النهضة التونسية من العبث بمقدرات البلاد فيما يتعلق بالعبث بمقدرات البلاد وحياء الهيمنة والسيطرة الإخوانية على مفاصل الحكم بشكل عام في تونس رغم هذه الهيمنة ورغم هذه السيطرة إلى أن الشعب التونسي انتفض وثار على هذه الممارسات ما الذي دفعه لهذه الانتفاضة وهذه الاحتجاجات التي ملأت الشوارع والمدن التونسية المختلفة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي الأسباب واضحة لكل زي عيني طبعا نتيجة الدستور المعقل ده أدى إلى حالة من الفشل السياسي الزريع رغم تعاقب الحكومات المختلفة لكنها لم تستطيع أن تنجز أي شيء في أي ملف خاصة في الملف الاقتصادي ثم مؤخرا في ملف الصحة تحديدا في ملف كورونا يعني أوضاع البلاد كانت في غاية الصعوبة فنتج عن ذلك مصعوبات اقتصادية هائلة صعوبات اجتماعية ازدياد عوامل البطالة عدم القدرة على سداد الديون من قبل دولة تونس انهيارش بهتام في المؤسسات فالشعب الشعوب بتاعتها الفطرية بتستشعر الخطر في لحظات ما فتدفقت الجماهير للشوارع ورئيس قيس سعيد أخذ قرارات مهمة في الحقيقة هي تبدو قرارات يعني مبدئية إنما ستعقبها قرارات أخرى لأجل حالة الوضع الموجود في تونس تبرؤية حضرتك لأهم القرارات اللي تم اتخاذها من إقالة الحكومة وإقالة وزير الدفاع والداخلية وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصان عن نواب البرلمان وغيرها من الإجراءات اللي رأاها البعض أنها بتأتي بشكل كبير يعني تلبية لطموحات واستجابة سريعة لتطلعات الشعب التونسي كيف ترى هذه الإجراءات وماذا بعد يعني خلينا نقفز على نهاية السؤال ونقول ماذا بعد ماذا بعد تونس تقريبا في ثلاث سيناريوهات بينتظروا الوضع في تونس الثلاث سيناريوهات دي بيعتمدوا أولا على القرارات المكملة التي يتخذها الرئيس قيس سعيد ثم بتعتمد على رد فعل حركة النهضة الإخوانية داخل تونس السيناريو الأول أن الحركة تعمل إجراء تكتيكي وتراجع إلى الوراء ومحاولة الأقلمة والمعايشة مع الأوضاع الجديدة داخل تونس من باب أنها يكون لها وجود سياسي داخل تونس السيناريو التاني هو المواجهة عن طريق الحشود في الشوارع التونسية وده بدأت علاماته تظهر لما رشد الغنوشي زعيم الحركة النهضة الإخوانية في تونس بدأ يستدعي حشود الإخوان داخل تونس ويقولهم ويحفزهم على الخروج للشوارع السيناريو التالي هو المواجهة المسلحة سواء عن طريق الجناحة السري لحركة النهضة التونسية أو عن طريق غير مباشر بالسماح يعني العناصر داعش والقاعدة بالإنفلات أو إعطاهم بدء الإشارة الفعلية للقيام بعملات إرهابية كما حدث في مصر على لسان البلتاجي بان صورة تلاتين ستة يعني وبرضو ده عليه أمرات في أني النهاردة الغنوشي صرح تصريح خطير جدا من أمام البرلمان لما سألوه يعني يعني عن ماذا هو فاعل أو رد فعله قال أني أنا مستعد للذهاب إلى الجنة فهذا لا يعني غير الدخول في صدام مسلح لكن في اعتقادي أني الأقرب إلى الآن الأقرب سيناريو للحدوث إلى الآن هو السيناريو الأول اللي هو فكرة التكتيك والتراجع للوراء تكتيكيا لعبر هذه المرحلة هل التراجع للوراء تكتيكيا يتناسب ويتوافق مع يعني فكر وعقيدة هذه الجماعة وأنت طبعا أستاذ وبحث متخصص في جماعات الإسلام السياسي البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين يعني هي عمل مقارنة ما يحدث في تونس وما حدث في مصر فكرة الانتفاض على حكم الفاشية الدينية وتلاتة ردود أفعال غاضبة يعني من عمليات بقى إرهابية وقتل واستباحة وذبح واعتصامات مسلحة هل العقيدة لهذه الجماعة تتسم بهذه الحكمة حتى تكتفي فقط بالتراجع وأن يكون لها دور في إطار الأسلمية أم ربما كما يرى البعض من المتابعين مزيدا لقدر الله يعني ربما مزيدا من الدماء في الفترة القادمة خلينا نقول أن السيناريو اللي هو التراغع أو سيناريو الصدام المسلح ده بيتوقف على القرارات التالية التي سيأخذها الرئيس قيس السعيد وحتما هيبقى فيه أو غالبا هيبقى فيه قرارات تابعة لهذه القرارات السابقة هل ده يتوافق مع الأيدولوجية الإخوانية ولا لا من ناحية الأيدولوجية لا يتوافق إطلاقا مع الأيدولوجية الإخوانية لأن الأيدولوجية الإخوانية لا ترى الدموقراطية ولا الصورة سوى حكم البلاد والاستمرار في تعطيلها ولما يريد حد يتدخل لتعديل المصار هنا تنقلب الأمور لإفترضيات وأشياء من قبل التنظيم في محد الخيال مثل ثنائية ده بقى انقلاب ولا ده صورة ثنائيات كثيرة وبقائيات ومظلميات يفعلها التنظيم إنما خلينا نقول برضو أن من واحد تجربة تونسية على وقت الخصوص لأن تجربة الإخوان في تونس أكثر مراوغة من التجارب الأخرى بحكم أن معظمهم قدوا فترات كثيرة قوي في دول أوروبا فده ساعدتهم على فكرة التكتيك والمراوغة أكثر من التنظيمات الموجودة في البلاد والدول الأخرى وده يمكن ظهر عند راشد الغنوشي في البداية إنه استطاع أن يوهم الشعب أو قطاعات من الشعب التونسي من 11 لحد 14 اللي هو عام تنفيذ أو إقرار الدستور استطاع أن يوهمهم بفكرة المشاركة اللي هم بدأوا هنا في مصر ثم انطلقوا بعد 2014 لفكرة السيطرة وكان راشد الغنوشي بيرفع شعار فكرة تبديل النخبة أو تغيير النخبة ويعني بذلك فكرة التغلغل داخل أروقة وبفصل الدولة بحيث أنه يصنع نخبة وصنع طرق عام جديد يستطيع من خلاله أنه يتحكم في الدولة التونسية على غرار التجربة الأردوغنية في تركيا لكن فكرة المقارنة ما بين التجربة التونسية وتجربة المصرية هل ترى أن هناك ثمت توافق أم أن الأمر مختلف بشكل أو بآخر باختلاف الظروف والأجواء والمعطيات والمؤشرات بشكل عام؟ شوفي في مشاهد كثيرة يعني الباب التعجب تتكرر كما هي يعني نرى مثلا في تونس النهاردة حالة الشاب اللي هو صعد فوق مبنى حركة النهضة التونسية لرفع العالم التونسي وفكرة القاءه من فوق المبنى نفس المشهد بالضبط اللي هو تكرر عندنا هنا في مصر في الشاب اللي هو كان في إسكندرية نفس القرارات ونفس الدعوات بتاع الحشود من قبل رشد الغنوشي نفس ضجة الشعب واكتشافه أن الناس دي ناس لا عندهم خبرة سياسية وأنهم كانوا تمسحون بالدين والاكتشافات المروعة التي اكتشفتها جميع الشعب من خلال الممارسة على مدار أعوام متتالية لكن الوضع في تونس يختلف عن مصر أن مصر يعني حميت وأكرم ربنا في أنهم ما قدروش أنهم يتوصلوا في أماكن حساسة جدا خاصة وزارات الوزارات السيادية أو الوزارات الأمنية زي وزارة الداخلية وزارة الداخلية في تونس محتلة تقريبا من عام 2011 على يد القيادة الإخواني علي العريض وتم إتلاف وسرقة ملفات وكذلك ويمكن قلت وزير العدل من قبل الرئيس التونسي لها مغزة كبيرة في أن المؤسسة الحضائية في حالة صعبة جدا داخل تونس أنا في النهاية أشكر حضرتك جزيل أشكر دكتور أحمد الشرباجي الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي شكرا جزيلا إفندي مشاركتنا ونورتنا وأشكرك على تلبية الدعوة وما زال العالم مشاهدين الكرام يتقب باهتمام شديد تدورات ومستجدات الأوضاع في الشأن التونسي خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تم إتخاذها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية وتتبلور غايات مشروع القانون لمعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومساطحاتها المختلفة وشواطئها كونها أحد موارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السماكية من كافة المساطحات المائية توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بحماية البحيرات والثروة السماكية وضبط القواعد القانونية المنظمة لهذه الأنشطة حدى بالحكومة التقدم من مشروع قانون لإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية ويهدف مشروع القانون إلى معالجة القصور القائم في الإجراءات المتعلقة بحماية البحيرات نظرا لتعدد الجهات المعنية بهذا الأمر ومن ثم كانت الحاجة لاستصدار قانون ينظم إجراءات حماية البحيرات وتنمية الثروة السماكية ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويدبع رئيس مجلس الوزراء وأوجب مشروع القانون أن يكون كل مركب يبشر مهنة الصيد مرقما رقما مسلسلا وعليه على ما توضح بيانات المركب والمنطقة المصرح له الصيدة فيها ولا يجوز تغيير مقاصات أو معالم أو بيانات المركب إلا بعد الرجوع للجهة الإدارية المختصة كما حضر مشروع القانون استخدام أي معدات أو آلات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهة المختصة إلا جانب عدم جواز إقامة جزر أو سدود أو جسور بالبحيرات بدون ترخيص إلا لحماية الأراضي الزراعية والعقارات من تغيان مياه البحيرات أو لإنشاء مزارع سماكية وفي إحدى مواده حضر مشروع القانون ردم أو تكفيف أي مسحة من البحيرات بتصريح من الجهة الإدارية ولتحقيق المنفعة العامة المجلس نقش عدد من مواد مشروع هذا القانون وأرجع استكمال النقاش لجلسة اللاحقة تعظيم الاستفادة من البحيرات المصرية وتنمية الثروة السماكية أحد أهم الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون لإزدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السماكية الأمر الذي يعمل كذلك على معالجة القصور القائم في الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من خلال وضع ضوابط قانونية لتعظيم الاستفادة من هذه البحيرات من مجلس النواب محمود اسماعيل النيل تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطع الأمن المركزي جهود هرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 431 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 18 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها شروع في قتل، سلاح، مخدرات، سرقة بالإكرار وضبط معهم 260 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة المتنوعة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات، ضميات، وبرسعيد، ودقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 47 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع 920 قطع السلاح ناري أبرزها 143 بندقية و89 بندقية آلية و44 مسدساً و644 فرد محل الصنعة وكميات من الطلقات مختلفة العيرة و110 خزينة إضافة لـ 1222 قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ استيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 437 304 حكماً قضائياً بإجمالية 34 323 متهماً من بينهم 1855 حكم جنياً و157 623 حكم حبسة و216 362 حكم غرامة و61 ألفاً و464 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال إسبوع في ضبط سبعة تشكيلات عصابية ضموا 19 متهماً قاموا بارتكاب 44 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 62 حادثاً ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالية 83 متهماً كما تم إعادة 11 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة الخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال إسبوع من ضبط 1261 قضية إدغار في المواد المقدرة ضبط خلالها 1368 متهماً وبحوزتهم حوالي 136 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 228 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يزيد على 24.5 كيلو جرام إضافة إلى حوالي 16 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 20799 قرص مخدر و18258 قرص مؤثر حصل رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي على الأغلبية في الاستشارات النيابية المجزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة وبحصوله حتى الآن على 73 صوتاً وذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعضاء كتلة التنمية وتحرير الكتلة النيابية حرقة أمل وتضم 17 عضواً تسمية ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وأصفرت نتجة الاستشارات حتى الآن عن حصول رئيس وزراء لبناني الأسبق نجيب ميقاتي على 73 صوتاً لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل خلال زيارة مسؤولة أمريكية بكين تؤكد أن علاقتها مع واشنطن بلغت طريقاً مسدوداً والآن نتابع هذه اللقطات لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي مصطفى القراطم المتحدة والعراق وطبعاً إدارة ملتزمة بتقوية تلك الشراكة سيد رئيس الوزراء والولايات المتحدة طبعاً الحوار الستراتيجي يلتزم أو يتطلب الالتزام وتوسيع التعاون بشأن مثلاً الرعاية الصحية والطاقة والمناخ وأود أن أقول لك وقلت لك بأن نصف مليون أو خمسمائة ألف من الجرعات كوفيد-19 التي نبعثها قيل لي وقل قيل لك بأنها ستكون هناك خلال أسبوعين ستكون هناك سريعاً ونحن طبعاً ندعم تقوية الديمقراطية العراقية ونريد أن نضمن بأن الانتخابات ستجرى في أكتوبر كما أننا ملتزمون بتعاوننا الأمني ومكافحتنا المشتركة لداعش وهي طبعاً ضرورية لاستقرار المنطقة وتعاوننا في مكافحة الإرهاب سيستمر حتى ولو أننا غيرنا في تلك المرحلة المقبلة أتطلع طبعاً لأن يكون هناك محادثة سنتحدث عن الأمور كثيرة لقد كنت صديقاً جيداً وشكراً لك إذن الكلمة لك شكراً سيد الرئيس من دواعي فخر أن أكون معكم الآن مع أصدقائنا الأمريكيين طبعاً لدينا شراكة استراتيجية وأنا هنا في واشنطن الحديث عن مستقبل علاقتنا وكيف عفواً كيف نقوي علاقتنا في المستقبل وكيف يمكن أن تساعد العراق فنحن معاً نحارب لدحر داعش وأود أن أشكر الشعب الأمريكي نيابة عن كل الشعب العراقي سيد الرئيس أشكرك لكل ما قدمتموه كأمريكيين حتى تكون العراق ديمقراطياً وحراً علاقتنا أقوى مما مضى وشراكتنا أيضاً في الاقتصاد والبيئة والتعليم والثقافة وأكثر من ذلك وأتطلع للعمل معكم سيد الرئيس ولنجمع بلدينا معاً ويقتربان أكثر من أجل مصلحة العراق والمتحدة وليبارك الرب لدينا شكراً سيد الرئيس أرجوكم 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 إذا أردتم الحديث عن العراق اسألوني الأسئلة كم من القوات تريد أن ترى في العراق بنهاية السنة وكيف تتغير العلاقة بالنظر إلا أن هذا آخر حوار استراتيجي مع رئيس الوزراء تعنينا هذا آخر الآخر طبعاً لقد تحدثنا كثيراً من خلال الوزراء ونتطلع لأن نرى انتخابات في أكتوبر ونعمل بدأب مع الحكومة العراقية لنضمن بأن الأمم المتحدة ودول الخليج العربي كلها تسهر على أن تكون الانتخابات عادلة ونزيهة ونحن في تواصل مع السيد الكاظمي ولكن أعتقد بأن الأمور تسير على ما يرام دورنا في العراق سواء أكان بالتعامل طبعاً سنستمر في دعم وتدريب ومساندة القوات الأمنية العراقية في مواجهة داعش ولكن لا أظن بأنه ستكون هناك مهمة قتالية في نهاية العراقية أنتم تطرحون أسئلة أرجوكم لا تطرحوا أي أسئلة لا تخص العراق سأرد على سؤالكم نعم حسناً الأمر يتطلب بأننا بأننا سنوفر اللقاحات شكراً لكم شكراً 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 أمريكي جو بايدن مع رئيس الحكومة العراق إذن تبعنا معكم هذه اللقاطات من هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع رئيس الأمريكية جو بايدن برئيس الوزراء العراقية مصطفى القادمي والحديث عن كافية تعزيز وتوطيد وتوثيق العلاقات أثنائية بين البلدين خاصة في المجال العسكري والأمني ومجال مكافحة الإرهاب والقضاء على الدواعش أيضاً تم التطرق لكثير والعديد من الملفات الأخرى أهمها وأبرزها بطبيعة الأحوال وجود سقف زمن محدد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ربما على غير ما حدث في السيناريو في أفغانستان وأيضاً الحديث عن الاستعدادات والتجهزات والإجراءات المتخذة لإجراءات البرلمانية العراقية القادمة إذن كانت هذه أهم وأبرز النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي الذي تبعناه منذ لحظات بين رئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي أما الآن نتوقف مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع الزميل محمد عبد الحكم إليك محمد شكراً أمل وأهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية أبرز ما فيها خلال افتتاح معرض ديارنا بالعالمين وزيرة التضامن تؤكد وجود توجهات رئاسية بتشجيع المنتجات الحرفية ومتناهية الصغر افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعين فينا القباج ومحافظ مطروح خالد شعيب معرض ديارنا بمدينة العالمين بمشاركة 250 عارضاً وعارضة من 12 محافظة وأوضح البيان أن المعرض يتيح الفرصة للشباب والفتيات من المحافظات المشاركة لعرض المنتجات التراثية والحرفية والبيئية ويستمر المعرض لمدة شهر من 25 يوليو حتى 24 أغسطس ويفتح أبوابه من السادسة مساء حتى الخامسة صباحاً يومياً أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد اهتمام مصر بإتمام عضويتها في مؤسسة التمويل الإفريقية وأشارت إلى أن مصر تسعى دائماً للشراء محمد عبد الحكم إليك محمد شكراً أمل وأهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الرياضية أبرز ما فيها البطلان هدايا ملاك وسيف عيسى يتواجان ببرونزيتين التيقندو في أولمبياد تقيو 2020 أهلاً بكم في نشرتنا الرياضية والبداية ستكون مع أخبار دورة الألعاب الأولمبية الصيفية تقيو 2020 ولكن بعد الفصل اشتركوا في القناة هدايا ملاك لعبات والتيقندو أولى ميدالية لمصر في أولمبياد تقيو وحصلت هدايا على الميدالية البرونزية بعد فوزها في وزن 67 كيلو جرام على الأمريكية بايجي ميك فيرسون بنتيجة 17 ستة وكانت هدايا قد أحرزت برونزية وزن 57 كيلو جرام خلال أولمبياد 2016 في البرازيل توجي المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التيقندو للرجال وفاز سيف على النرويجي أندري ريتشارد بنتيجة 12 أربعة في وزن أقل من 80 كيلو جرام وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 قد خسر في نصف النهاية أمام المصنف الأول عالميا الروسي مكسيم خراماتشوف كان منتخب مصر لكرة اليد قد خسر أمام منتخب الدنمرك بطل العالم بنتيجة 32-27 في الجولة الثانية من دور المجموعات في ألعاب توكيو الهزيمة جمدت رصيد مصر عند نقطتين في المركز الثاني من مبارتين فيما ارتفع رصيد الدنمرك إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية وتلعب مصر في الجولة الثالثة مع اليابان صباح الأربعاء المقبلة بينما تلعب الدنمرك مع البحرين وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي لفربول انجليزي رسالة دعم للعابين المصريين المشاركين في أولمبياد توكيو 2020 وهنأ صلاح البعثة المصرية على حصد أول ميداليتين في توكيو من خلال منافسات التيقندو بفضل سيف عيسى وهدايا ملكة كما وجه لاعب الريتز دعمه الكامل لكل الرياضيين الذين ودعوا الأولمبياد مطالبا منهم مواصلة العمل من أجل تحقيق الأفضل في المنافسات المقبلة نجح البريطاني أدم بيتي في الدفاع عن ذهبية السباحة لمائة متر صدر في أولمبياد توكيو وسجل 57 و 13 ثانية وهو خامس أسرع زمن في العالم بيتي البالغ من العمر 26 عامل سبق الهولندي أومو كامينجا وأكمل الإيطالي نيجولو مارتنيجي منصة التتويج محتلا المركز الثالث وفي أحواض السباحة أيضا فازت الكندية مارغريت ماكنيل بذهبية 100 متر فراشة منتزعة لقب من السويدية حاملة الرقم القياسي في العالم سار سويست دوم وسجلت السباحة الكندية زمنا قدره 55 ثانية فاصل 59 جزءا من الثانية وتلاتها في المركز الثاني الصينية جانج يويفي ونالت الأسترالية إيماء ماكيون الميدالية البرونزية نبقى مع منافسات السباحة حيث نجحت الأسترالية أريان تيميتوس في اقتناسي ذهبية صباق 400 متر سباحة حرة بعد منافسة شريسة مع الأمريكية كايتي ليدكي حاملة اللقب وصاحبة الرقم القياسي العالمي وسجلت تيتموس حاملة لقب طولة العالم رقما أولمبيا جديدا قدره 3 دقائق و 56 ثانية فاصل 69 جلد محمد وختاما هذا تذكير بأهم عنوين الأخبار قضايا المنطقة وملفات تعزيز التعاون تتصدر محادثات رئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأردنية الرئيس التونسي يقرر تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية لمدة يومين ويفرض حظرا للتجوال الرئيس اللبناني يكلف ناجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتيناكم بها من قناة النيل للأخبار من قلب القاهرة ومنها لكم كل تحية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر